التعامل مع المعلومات الاستخبارية بات في أعلى مستوياته في كربلاء خاصة وأنها ستستقبل أعدادا مليونية خلال الأيام القليلة المقبلة حيث عمدت القيادات الأمنية بكربلاء إلى تعزيز إجراءاتها في الصحراء الغربية بمحاذاة منطقتين رحالية وعمرية الفلوجة امتدادا إلى النخيب في الأنبار حيث أنيطت هذه المهمة لقوات خاصة من الحجد الشعبي بتنسيق مع عمليات الفرات الأوسط وشرطة كربلاء انتهينا تقريبا من الجولة الأولى أثناء الجولة لقينا بعض الثغرات التي يمكن أن يستغلها داعش الإرهابي يعني من ناحية نصب قواعد صواريخ أو يسلل من خلالها لدخول إلى كربلاء فبدينا نضع النقاط بالأماكن الممكن أن يخترقها العدو المعلومات تشير إلى إمكانية عودة الجماعات الإرهابية إلى خطط سابقة وكانت تستهدف خلالها المحافظة بصواريخ على قواعد محمولة على عجلات أو زوارق عبر بحيرة الرزازة التي كانت تمثل مصدر قلق أمني لكربلاء أثناء زيارتي عاشوراء وأربعينية الإمام الحسين بن علي تواجد القطاعات كاملة أو النذار كامل توجد في ضمن القاطع مسطحات مائية تمثل بالرزازة تم تأمينها من قبل قيادة شرطة كربلاء توجد بحدود ثمان زوارق من عمليات الفرات الأوسط تقريبا حكامنا 99% للمسطحات المائية بانتشار القطاعات بالقوة النهرية المتواجدة ضمن القاطع المسؤولية أفواج المهمات الخاصة من القوات الأمنية والحجد الشعبي المشاركة في خطة زيارة العاشر من شهر محرم تم تجهيزها بأسلحة مختلفة تحسبا لأي طارق إلى جانب مشاركة سلاح الجو العراقي واستطلاع المناطق الصحراوية هذا العام إن شاء الله حدد هذه الأماكن من قبل أجلز الاستقبارات ومسكت جميعا وهناك دوريات مسيرة داخل البحيرة بالزوارق إضافة إلى دوريات المسيرة داخل الصحراء في الأماكن المحددة سلفا لإطلاق الصواريخ أو تستخدم كمنصات لإطلاق الصواريخ جهوزية كاملة من معدات وأنواع الإسلاح اللي متوقعين به على أعلى مستوى من المستويات العدو اللي يتقدم لهذه المنطقة نشر القطاعات الأمنية في مختلف مناطق صحراء كربلاء واستطلاع بحيرة الرزازة يقللان من إمكانية استهداف المدينة بالصواريخ أو تسلل العناصر الإرهابية إليها من صحراء كربلاء ميثم الجناحي الحرة